تزول بالكلية فاطمة سألت عن شراء الأضحية لو وسعنا السؤال عن طريق تطبيقات أو عن طريق المواقع أو عن طريق الأسواق بحيث أنها تحول المبلغ إليهم وهم يذبحونها ويأتون إليها جاهزة مقطعة وجاهزة أنت تعلم أن الأضحية لها شروط منها مثلا أن تكون سليمة من العيوب ومنها أن تبلغ السن المعتبر ومن تلك الشروط أيضا أن يكون الذابح أهلا للذبح إلى غير ذلك من الشروط فإذا كان الإنسان يثق في هؤلاء القائمين على هذا المشروع أو هذه الجمعية أنهم سيراعون الشروط وظاهروا أحوالهم الصحة والسلامة فلا حرج في مثل ذلك مع كون أن الإنسان يضحي بنفسه ويذبح وضحيته بنفسه أو لا وأحسن لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وضحيته بنفسه و لا شك أن مزاولة الإنسان لأفعال الطاعة فيها من استشعار معنى العبودية لله جل وعلا و الذل له سبحانه وتعالى ما ليس في توكيل الآخرين على فعلها لكن لو وكل الإنسان من يثق فيه فلا حرج عليه سواء كانت جمعية أو مؤسسة أو نحو ذلك خصوصا أنهم سيبعثون هذا اللحم وسيعيدونه إليهم وبالتالي سيشعرون بمعنى العيد من خلال وصول هذا اللحم لهم وتمكنهم من توزيعه ومن الصدقة به ومن الأكل منه نأخذ أيضا بعض الأسئلة وردتنا أم ناصر